طبعا في ناس يهود كتير جدا ومش عارفين انهم يهود حاليا لغاية النهاردة او شكين في الايام الاخيرة الرب سيعلن لهم فكل من هو يهودي هيعرف ان هو يهودي الله بيقول ان في بقية هتخلص بس البقية ده في الحقيقة هو عدد كبير لان اليهود هيبوا كتار جدا كرمل البحر يعني التعبير اللي قالوا وهم تلت رمل البحر فما زال عدد كبير بس الروح القدس بيقول حاجة غريبة جدا ده هيخلص عدد كبير السؤال بقى طب ايه الاستعجاب ليه ليه ده صعب اه لان في زمان تحقيق النبوة مش ايام احاز ولا حزقية ده ايام الدينونة عارفين يعني ايام الدينونة الضيقة العظيمة السبع سنين الاخيرة هو زمان قضاء الله على الارض زي ما هيشرح حالا انا بس باتصرع وبقولوكوا الاجابة وبعد كده هنشرحها بالتفصيل علشان كده حتى الروح القدس بيستعجب بيقول الاصول يعني لما تبقى الدنيا خلاص ده خلنا على الدينونة عدد اللي بيخلصه اذا خلص احد الاصول محدش هيخلص خالص يعني لكن مجموعة من اليهودة تخلص بس مش مجموعة قليلة مع اننا سنكون في ايام الدينونة فسوف يخلص عدد كبير اسمه البقية هو تلت العدد الكبير اوي من اليهود اللي هم كرم للبحر عرفت بقى الصياغة جاهز ازاي؟ عشان كده لازم بسرعة دلوقتي نروح نكمل يعني لما بيقول لانه هو اين كان شعبك يا اسرائيل شعبك يا اسرائيل على فكرة هو هنا بيكلم اسرائيل يعقوب ما بيقولش شعبك يا رب بيقول شعبك يا اسرائيل ودي حاجة صعبة انا برضو قبل ما ادخل في موضوع الدينونة والقضاء عايز اوضح التفصيلة دي لانها ناس كتير وقفت فيها النص واضح جدا اميك يا اسرائيل شعبك او امتك يا امتك يا يعقوب يا اسرائيل الروح القدس هنا يخاطب ابونا يعقوب ابونا اسرائيل طبعا مفسرين كتير اتخضوا ازاي الروح القدس بيكلم واحد مات عن مصير ناس احياء هيحصل في نهاية الايام انا بكلمكم بمنتهى الصراع حتى جون كالفين كتب في تفسيره كده وازاي ده يحصل لا طبعا نشوف لها تفسير تاني تمام ومفسرين يهود على فكرة من ايام اليهود برضو رفضوا الفكرة ازاي يكلم ابونا يعقوب ابونا يعقوب مات لكن النص واضح وعلى فكرة واحد من المفسرين اليهود يعني ده جارشي جارشي ده مفسر انا بحبه لانه مفسر شاطريا لكن قال لا هذا ولا حل اكيد هو بيكلم حزقية وسما اسرائيل لا حزقية ما يتسماش اسرائيل حزقية اسمه حزقية واسرائيل هو اسرائيل والروح القدس هنا بيكلم اسرائيل ومش من حقنا نفترض مين اللي يقدر يقول ان الروح القدس لا يوجه حديث ومين قالك ان بالنسبة للروح القدس يعقوب اسرائيل ميت بالنسبة للروح القدس مفيش حاجة اسمها موت لكن النص واضح في هذا الشأن طيب عايز اكد كمان حاجة تاني برضو قبل ما ادخل لموضوع القضاء هو ان النص اللي احنا بنقراد الوقت ده موجود في العهد الجديد اقتبسوا العهد الجديد بوليس الرسول بالروح القدس كتبه في رسالة رومية 9 ولازم نرجع نشوف ازاي الروح القدس تعامل مع هذا النص كتب بوليس الرسول بالروح القدس يقول واشعياء يصرخ من جهة اسرائيل وان كان عدد بني اسرائيل كرام للبحر فالبقية ستخلص لان الرب متمم امر وقاضي بالبر يعني ايه الكلام ده هو بوليس الرسول كان قال الكلام ده بمناسبة ايه اه بوليس الرسول ساعتها كان بيتكلم عن ان اليهود هم شعب الرب واحنا كمان بقينا شعب الرب الكلام ده موجود بالحرف في رومية 9 قال اليهود هم شعب الرب وربنا اختارهم ولو انت زعلان مش من حقك تزعل ربنا حر يختار اللي هو عايزه كلام ده موجود في رومية 9 من 14 ل 21 بعد كده قال بس ما تزعلوش ما احنا كمان شعب الرب اختارنا واحنا امم في عدد 24 فايزا الرب بقى ليه شعب واحد او شعبين زي ما يريحك يعني اليهود شعب الرب والكنيسة شعب الرب فيه امم وفيه يهود طب الكنيسة هتخلص طب واليهود قال برضو لازم تخلص الكلام ده في رومية 9 وعلشان يثبت خلي بالكم علشان يثبت ان اليهود هيخلصه رح رجع لمين رجع لأشعية عشرة وتكلم عن الايام الاخيرة اذا اهو العهد الجديد الروح القدس بيشهد ان نبوة اشعية عشرة دي نبوة اخروية تتحدث في نهاية الايام ثم اقتبس بولس الرسول بالروح القدس في رومية 9 عدد 27 و28 من اشعية عشرة النص اللي احنا بندرسه ده وده اكبر دليل اكبر دليل من الروح القدس نفسه ان نبوة اشعية عشرة لم تخص حاز ولا حزقية ولكنها تخص المستقبل البعيد الاخروي وستتم في الكامل في موسم المجيء الثاني او في نهاية الزمان الحاضر